موسيقى بصوا عاملة ازاي غريبة وصلحنا زمانا ما كنا نروح نفتح الإزاعة الخامسة الصبح دي تقريبا بالبجامات مثلا يعني مش عشان إزاعة بقى وكده محدش شيفنا فالأول مرة بشوف نجمة إزاعية إنما شكلها سينمائي جدا جيان عبدالله قوي قوي ازايك أنا كويسة يا صاحبة السعادة ويعني مبسوطة جدا أني موجودة مع حضرتك ربنا يخليك يا حبيبتي زي الأمر ربنا يخليك قوليلي بقى أنت علاقتك بالإزاعة أنت دلوقتي نجمة من نجوم أف أم من نجوم نجوم الأف أم وبقالك كذا سنة أو يمكن أنت بادية مع الأف أم مش كده يعني أنت من مؤسسي نجوم أف أم كصوت وتالنت وعندك بروجرام اسمه أجمد سبعة الساعة سبعة أجمد سبعة الساعة سبعة كويس أنا طبعا إيه بس معكوا أولاي الحقيقة يعني لازم أعترف أن احنا الجيل جات له فترة بعد عن الإزاعة شوية أنتوا عرفتوا ترجعوا الشبقة أو تخلقوا جيل جديد أنت خالص ينتمي للإزاعة الجديدة دي فقوليلي هل أنت تربية إزاعة قديمة ولا تربية إزاعة كمستمعة ولا الخبرة اللي كانت قبل نجوم أف أم كانت إيه؟ خالص يعني ما كنتش تربية إزاعة قديمة ولا عمري كنت بس معها مش عشان حاجة بس ما كانتش بتيف بل على جيل نحن ما كانش كان جيل التلفزيون بقى يعني فكان وعينا لقينا التلفزيون وكنا متابعين للتلفزيون ما كانش فيه في حياتنا موضوع الإزاعة ده غير كنت بشوف جدتي خالي الكبير يعني قريبي بيسمعوا الراديو في البيت قريسوا تحسن أنا محناطة وانا أعلم أقدم لا لا هم كانوا بيسمعوا كانوا بيسمعوا مو كلسوم بالليل قبل ما يناموا كان حتى يعني المستمعين طبيعة نسبة الاستماع بتاعتهم ومكان الاستماع كان بتختلف زمان ما كانش الناس بتسمع الراديو وهي في الطريق رحم الشغل وراجع من الشغل زمان كانت الناس بتسمع الراديو في البيت قبل ما يناموا ويسمعوا مو كلسوم أول ما يصحهم بيفتروا ويسمعوا الصبح يعني كان بيقى فيه برامج شهيرة أكيد الصبح في رمضان المسلسل ساعة الفطار وقت رمضان أو الفوزير اللي كان بتيجي ده مقدس وإلى الآن عند ناس كتير مقدس بس اللي أنا عايزة أقولولك إنه مش قوي كده ده هو واضح إنه حصل فصلة بين الأجيال بالضبط يعني التراديشن بتاعه جيل فضل محافظ عليه وجيل تاني يجيه مخادش منه حاجات كتير يعني مطبقش حاجات كتير في زي ما قلوا الديلي مانيول أو يعني البرنامج اليومي بتاعه كانش فيه مرحلة انتقالية في النص هو كان فيه ممكن بس عايزة أقولك إنه مثلاً أنا لما كنت بشتغل في إذاعة الشرق الأوسط كانت مقدسة الصبح للبسوق اللي راح شغل وعلشان كده كان عندها برامج مشهورة قوي في فترة الصبح جداً يعني لكن واضح إنه حصلت حاجة برضو يمكن إحنا أثناء كلامنا معاكي ومع بقية الإذاعيين نعرف إيه الجاب اللي حصل اللي خلى أن أنتوا لما ابتديتوا في نجوم أفقام خلقتوا ناس تانية خالص ودنيا تانية خالص لأن إحنا ابتدينا بشكل تاني خالص بشكل تلقائي عامي يعني كان لحد قبل نجوم أفقام الإذاعات بيتكلموا باللغة العربية الفصحة معظم الوقت فبقى بسمع راديو كما يعني كأني بقرة جريدة يعني كلاسيكي أو طريقة الكلاسيكية المعروفة الشهيرة الجميلة لكلنا من الحباب بتاعت الراديو إحنا قلنا لا إحنا هنتكلم باللغة العامية هنتكلم بلغة الشباب زي ما إحنا عاديين بنتكلم كده مع بعضينا في الجامعة في المدرسة فهو ده كان إنه إيه ده ده راديو وإزاي بسمع الستة دي بتقول إيه كده يعني بتقول كده وبقى ووجه أجمد وجمدة وماشي وماشي والحاجات دي وروش والكلام اللغة يعني اللغة غير إن إحنا مزيكة جديدة كنا بنجيب دايما وما زلنا بنجيب أحد الإصدارات في السوق فغير إن الراديو القديم كان بيستخدم الفلاسيكيات أكتر أمو كالسوم عبد الوهاب عبد الحليم الحاجات برضو اللي كلنا بنحبها ما كانش بيقى فيه اهتمام قوي لمزيكة الجيل الشباب في الإزاعة التقليدية التقليدية فده اللي احنا عملنا مزيكة شبابية لغة شبابية فبقينا حاجة تانية غالصة إنتي إيه اللي نجحك يا جان إيه اللي خلى الناس شباب بتاعكو ملتصق قوي بالبرنامج ده السبع سنين دول يمكن علشان الإزاعة لما طلعت في الأول كانت كلها اللي بعطاها شكلها جديد وده كان من قوائل البرامج اللي طلعت كمان فكرة إنه بيقدم سبع أغنيات أجدت حاجة زي ما بقول حضرتكة الإزاعات قبل كده بتقدم كلاسيكيات يعني أكتر من إنها متابعة للأغنيات الجديدة فبرده ده إيه ده أغاني جديدة أغاني الشباب وعمر الدياب وتامر والحاجات اللي بنحب بها واستمرى غييته بقى البرنامج الوحيد اللي من يوم أول يوم لحد النهاردة ما تغيرش أي حاجة فيه حلقة جديدة من أجمد سبع ساعة سبع لنجوم أف أمي يا فصل ستة مساء الخير على كل مستمعيننا في كل مكان النهاردة الخميس 19 إبريل 2012 معاك وجيهان عبدالله على الهواء وكالمعتاد حلقة يوم الخميس دايماً ما بيكونش فيها سباق حلقة مختلفة والنهاردة حلقة النجم نجمينا على الهواء النهاردة هو لؤي برحبه في الستوديو زيكا لؤي زيكا جيهان هو مساء الخير على كل اللي بيسمعون على إزاعة إفرق طيب أنت بتتعاملي مع المستمعين ومقار على الهواء مع نتو عندك مدخلات يومياً أصعب مواقف اللي قابلتها كانت إيه؟ أصعب مواقف إنه تلاقي المستمع بيتكلم على حاجة تانية يعني هو مفروض إنه بيتكلم على أغنية أو حاجة تلاقيه مثلاً بيسألني عن فنان هو مسلم ولا مسيحي طيب يعني خليك في المضمون هو الفنان ده ليه مش عارف أطلق مين وليه عمل ميء يعني تلاقيه مثلاً قال اسم أغنية معروفة ومطرب اللي بيقاديها معروفة لأ بيقولك أغنية كذا لفلان يا سيدي اسمها كذا بتاعت فلان فأنت أورادي مش عارف مثلاً تتعاملي إزاي بقى؟ أولا حاجة بيصلح له المعلومة يعني لو هي معلومة خارج الإطار خالص زي زي ما قلت حضرتك كده لأ فبقوله إحنا دلوقتي برنامج أغاني واختار الأغنية وكلمنا في الكنترول حنقولك المعلومات اللي أنت عايزها لو هو بيقول معلومة خاطئة مثلاً أغنية لعمر دي باسم مطرب تاني فبنقوله لأ أغنية دي اسمها كذا أو أغنية عمر دي اسمها كذا بس ده في الإطار الطبيعي بس كويس أن المواقف الصعبة اللي اتعرضت لها مفيهاش جرائم يعني ممكن حد يقوم داخل هابد هابدة سودا كده ولا أي الحقيقة يا نيلة مفيش ده لا أنت شخصياً بقى إيه اللي يخوفك إيه اللي يقلقك إيه اللي ممكن يحصل لك إيه أنت بقى نفسك على الهواء لا يعني لو قلت لك أنه ما بقاش في حاجة بتخوفني بس يعني حقيقة ما بقاش في حاجة بتخوفني بس يعني أسوأ حاجة ممكن تحصل أي حد ساعات بتجيلك حالة من إنك الإنسان بيفصل تماماً فيها صفحة بيضة بتيجي أنا بنسى الكلام بس أولي الأول بتتعمل معنا بأن أنا يعني بقول أم بام لكلام معين بتعافة نسانية الهواء بسنة ممكن أكون أعيد معلومة تانية قلتها لحد ما حاول أستعيد ذاكيرتي شوية لو فيه قدامي ورقة ودنا ديرا ممكن عيني تلمح الورقة خلاص بحكم التجربة لهو برنامج جديد فأوكي حيبقى قدامي ورقة إنما بقالي 11 سنة فخلاص حفظة وعرفة ومخزون في الزاكرة أنا بما فيك باية وحطة لسه ورقة أنا في الأول عندها حكي كنت بمسك الورقة كده وكنت كتبة فيها أهلا بيكو في أجمد سابعة مسائل خير إزايكو باي باي بقى نتقابل بكرة لا والله العظيم دلوقتي لا خلاص ربنا نخليكي إن شاء الله ربنا يكرمك وتعملي حاجات حلوة والناس تستفيد كمان من الطاقة اللي موجودة قدامي اللي هي أحد الأعمدة الأساسية اللي شالت نجوم أف أم على كتفها 11 سنة يا رب يكونوا 111 ربنا يخليكي ومبسوطة جدا أن أنا موجودة معاكي ويعني مبروك البرنامج كنت نفسي الحقيقة أن أنا أشوفك على الشاشة بتقدمنا حاجة اللي نفتقدناكي كمقدمة ودائما بنحب طليتك علينا يعني ونحب نسمع دائما منك كل طريقتك ليها مميزة وطريقتك ليها كده بتخش قلوبنا على طول يا أختي ربنا يخليك يا أختي شهادة من ولدنا مبسوطة أنا معاكي يا صاحبة السعر أنت نورتين حقتي بنا يخليكي مرسي وأحد نجوم نجوم أف أم برضو كريم خطاب بس أنا أعز أسألك يا كريم هو هم ما بيمتحنوكوا في نجوم أف أم دي بيمتحنوكوا هاي أو صوت ولا صوت بس؟ لا هم ما بيمتحنواش يعني مش امتحان زي ما الناس بتبقى فاكرة يعني بس هي الإدارة بتبقى في أي حتة لو الإدارة إدارة محترفة بتبقى عارفة إزاي تنقي ناسها كويس وبتبقى دايما بصة لحاجات قدام اللي هي ايبقى أنك أنت هتبقى نجم في النجوم أف أم فحتتتصور فأنت جود لوكنج يعني أنا اللي ملاحظاها أنه الجيل الجديد كمان آـ أيق بريزنت بالشكل حلو بجانب الصوت والموهبة الإزاعية دي حاجة لطيفة أوي يعني أعتقد أنهما يعني دي مش مش من الحاجات اللي بتفرق في الأول بس طبعا بتبقى بلاصة عند حد مش عند حد تاني ممكن تبع عند حد تضيف له شوية أنه يقدر يشتغل تلفزيون أو يقدر يعمل أي حاجة تانية لكن ما يتهيش أنها من الحاجات اللي بتفرق مع الإدارة في أي مكان راديو أنه يختار حد شكل وموضوع وكلام وسوق يعني بتقدر تقيس مستمعينك بتقدر تقيس زي مثلا البرامج داتي يقول لك الفيورشب بتاع البرنامج ده أو ده متشاف قد كده وده نسبة المشاهدة بتاعته قد كده وهكذا بتقيس إزاي؟ بقيس من الناس من صحابي من الناس في الشارع حتى لما بساعات كتيرة سيب عربيتي وبركب تاكسي لما باركب تاكسي بحيب بنكوش اللي سواء تفيه ناس بتعمل كده كتير جدًا 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 آه طبعا سيب عربيتي ومش عشان كمان صعوبة المواصلات وبتاع أصبح التاكسي مراية للمدينة وللعاصمة والحالة السياسية ده حيه الحالة السياسية وكل حاجة يعني كورة الفن كل حاجة يعني لو حريك حبة تعرفي حاجة يكفي إنكتركابي في يوم واحد مثلا ثلاثة أربع تكاسي مع ثلاثة أربع سواءين اترغف ودنك لما تريت هتسمعي ثلاثة أربع وكهات نظر والحقيقة هتلاقي منهم حاجات تحترم جدًا وهتلاقي منهم حاجات يعني تتحط في الدماغ جدًا فالناس دي تسمع الراديوهات جدًا هو بالنسبة له الراديو يعني هو الحياة عبارة عن راديو ما بيسمعش سيديهاته وشرايته وكده فبيهميني دايما أنا بعارف الناس دي بحب إيه لأنه أنا بقسها دايماً بال ما حدش مرة شتمك آآ حصل بده مدحكت كده ما حصل ما تقودش تلف في الدور عليا ولا على الآسم لأ كعلى أنت يعني مثلاً واحد هو مش عارف ان انت كلم خطاء أنا فاهم فرحيل ايه دلواد ما تعرفش ايه اه انها حصلت مرة كنتو غيرك وشكال لا أصدقائي ليس بتحصل يعني ما فيش حد بيعريك وانت بتبقى عادي بقى لا عادي والله يعني أنا في آخر الحياة آخر اللي حواد خاصت له على فكرة ده أنا آآ فيعني هو الحياة بصيلي كده يعني اللي هو أنت بتكلم بجد فبتوقع فيك أنا بتكلم بجد ومش زعلان منك يعني طبيعي يعني آآ كان نقضه ايه؟ آآ لمكت غيلة لا 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 ان انا باكل الراديو ان انا يعني ما ببطلش كلام آآ فإيه اصداع بقى كان ودني يعني يعني هو الناس دي انت عارف يعني لو متعيشها في الكلام يعني فلا يعني بس يا باشا يعني فطول المخالمة يعني طول البتاع عايزين نسمع أغنيتين يعني طيب طبعا ناس كدت يعني ومعين في الاخر بتوع على فكرة ده أنا فيا والله طب ايه باشا احنا يعني فورة صعيدة واحنا مش عارفين نقول لك ايه بس يعني بقى أسفل شوية شعالك تبقى زعلان بطولي لا والله مش زعلان خمص بس هل تعلمت حاجة مد يعني خدت درس من النقدة ده؟ آآ لا يعني ما غيرتش لان انا الحقيقة انا مش من مش من مدرسة الموزعين اللي بيطلع يمثل دور الموزيع آآ يعني انا لو حريك شفتيني ما قاعد مع صحابي زي ما انا قاعد في البيت زي ما انا قاعد قدام المايك أو قدام الكاميرا انا ببقى بتعامل بطبيعتي جدا وانا الحقيقة بحب في الشغلان دي الناس الحقيقية مساء الخير يا سلوى خطاب مساء الكفير منورة نجوم أفام ومنورانة والحقيقة عايزة باركلك على ثلاث أعمال مش على عمل واحد منهم بس خاصة سجن الناس لأنه سجن الناس الناس كلها تقريبا أجمعت على أنه عمل مش سهل يتكرر آآ الأدوار حتى لو كان أي حد عمل دور صغير فكل الناس قدت أدوارها كما يجب أن يكون ما حصلش عليك تطول في أي وقت؟ آآ طبعا فترة من فترات كان بيحصل تقريبا كل يوم آآ زي بقى نعنعه ايه؟ آآ يعني خلينا أقولها بصراحة كده فترة الإخوان كان تقريبا كل يوم كل يوم اللي هو البجاءة والقلة الأدب والهاب بس يعني هو ما عندهم مش حاجة تانية غير ده لأنه أنا الحقيقة زي ما بقوله حريك أنا عمري وكنت موزيع بتكلم في السياسة بس أنا مواطن مصري عندي وجهة نظر في اللي بيحصل فكان ساعتها أنا كنت معا بلنامج الصبح بلنامج الصبح مش بلنامج فني بلنامج بيتكلم عن البلد بشكل عين فني ورياضة وكورة وسياسة وكل حاجة فكنت دايما بتكلم إنه يا جماعة إحنا ما نبقاش عبط يعني إحنا عارفين مين الطرف التالي وهم وهم كانوا في الحكم يعني أنا وتوقفت الحقيقة ساعتها كذا مرة لأنه إنت ما يزحش تقول كده ده الجماعة يا جماعة أنا ما بقولش حاجة توقفت كنت فين بقى ساعتها كنت فين كنت ساعتها في نغم أفام اللي هي تبع راديو نيل اللي هي تبع اتحاد إيزاء والتليفزيون اللي هي حكومة اللي هي تبع وزير الإعلام بالضبط كده كان ساعتها وزير الإعلام إخوين ساعتها اللي أنا أقول لكم بتاعتها أيوة هو بالضبط هو برضو راجلة فتوقفت طبعا ساعتها لأنه أنا كنت يعني بقى من وجهة نظرهم أنا بخبط في حاجات وكيانات يا جماعة ما وأنا بقول كلام الحقيقة ما ينفعش نبقى بنحط راسنا في الرملة يعني فطبعا كان كل يوم بيجي لي شتايم بمعنى كلمة كل يوم وأنا مش مرحبا بقى الهوى كده يعني داخل مرهبا مسجات كلها مسجات مسجات وكان فيه مكلمتين ثلاثة كده جوم اللي هو بيقارده أنا مش مدي إخوانا صباح الخير صباح الفل معايا فلان فيطلع الهوى يقول لي والله صباح الفل يا باش انا عايز يقولك حاجة وهوهب يروح شاتم فطبعا أنا مش هلحقه بقى فبس مع أول وعشر سوائن ايش تايم وبقى السلاموا عليكم يعني طبعا حصلت كذا مرة بس أنا بقى ساعيتها مش مدي الحقيقة يعني يوم الولاد بتربيين تربية نيلة الحقيقة كان ومش ما كانش معايا بس الحقيقة كان بيحصل مع اي حد بيهاجمهم وده كان بيكره الناس اكتر فيهم طب هل انت شايف انه القنوات اللي بتطلع على النات بس مسموعة لا ليه بقى؟ بمنتهى الأمان ان الولاد بيجتهدوا كده وبيتعبوا الحقيقة وأنا يعني أكتر من حد قابلته وأنا دايما بقول لهم انتوا بتعملوا مجهود كبير يعني تحية ليكو بس للأسف عندنا في مصر الإزعاية الأونلاين اللي على الانترنت مش ملهاش جمهور قوي لأنه عادة اللي يقاعد على الكمبيوتر بيسمع مزكته مش هغال المزيج على الكمبيوتر على اللاب توب على اي حاجة ولايه القوي اللي بيقاعد مش هغال محطة شغالة على الانترنت يعني ولايه القوي يعني هتلاقي نسبة لازم يرتبط بالشخص مش بالكونتنت بالزبط كده اه بالزبط كده فهي الموضوع وهي الحقيقة الارتباط بالشخص ده يوصلنا لأنه مفيش محطة بتنجح لمجرد أنها حلوة لازم تنجح لأنه عندها ناس بالزبط الناس هي اللي يعني أنا بسمع المحطة الفونية في الوقت الفلاني عشان أنا بحب فلاني أنا طور عمري كده على فكرة عقايا كان أنا بشتغل فين بس أنا عندي في كل محطة شخص أو اثنين بحب أسمعهم حتى وأنا يعني لحد دلوقتي فيه شخص أو اثنين هذا حاجة كويسة قوي لأنه إحنا البشر هنفضل محتاجين لنا إحنا البشر مهما ما يكننا حياتنا إحنا البشر بالزبط مفيش حاجة هتساوي اللمسة دي خالص بالزبط أنت نورتني ربنا يخليك أنا وسعيد أبيك وفخورة جدا أنه شبابنا وأولادنا يعني يشرحوا القلب والعين كده أنا اللي سعيد بوجودي مع حضرتك ويعني لازم أقولك قبل ما نختم أنه بجد حضرتك عاملة برنامج يعني لا يؤل عليه أنا بجد من المتابعين ومن المعجبين ومن كل حاجة حلوة وبحقيكي مرة تانية وبشكرك جدا على القوة حلوة أنا اللي بشكرك يا حبيبي كتر ألف خيرا